السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة نعرف جميعا أن من حق كل إنسان أن يخطئ ومن لا يخطئ لا يتعلم لكن هناك أخطاء لا يمكن أن تغتفر هناك أخطاء يمكن أن تزهق أرواح بشر إن هذه الأخطاء هي أخطاء الأطباء خبر اليوم يعلمنا أننا إذا شعرنا بعدم الاستقرار لقرار طبيب معين أن نذهب فورا إلى طبيب ثاني وثالث لأن الخطأ في هذا المجال لا يغتفر وقد يورث ندامة لا تنتهي خبر اليوم يتحدث عن فتاة كان عندها صار عندها سعال السعال صار يزداد مع الوقت ذهبت إلى الطبيب أول مرة فأعطاها علاجا ثم عادت لكن السعال صار يزيد أكثر عادت إلى الطبيب مرة أخرى لأن السعال قد زاد فقال لها هذا من الجريب غالبا وقال لها عندما ينتهي الجريب يعني تشفين من الجريب تعالي إلي مرة أخرى ذهبت الفتاة إلى البيت وفي البيت بدأ الدم يخرج من أنفها وفمها ثم فارقت الحياة عائلتها تطالب بمحاسبة الطبيب نبدأ الآن بقراءة الخبر أكسرك شكاية إلى حسنة جدان جنج كز حياتنا قيبتي الفتاة الشابة التي ذهبت بسبب شكايتها إلى المشفى قد فقدت حياتها التي ذهبت بسبب شكايتها من السعال أكسرك شكاية الشكاية من السعال معاناة السعال أكسرك شكاية من السعال أكسرك شكاية ذه أتيش شكاية أتيش في الأصل معناها النار لكن هنا معناها ارتفاع درجة الحرارة إذا قال إنسان عندي أتيش يعني عندي ارتفاع درجة الحرارة أكسرك ذه أتيش شكاية بسبب شكوى من ارتفاع درجة الحرارة والسعال هستانا يجدان جنج كز الفتاة الشابة جنج كز هستانا يجدان التي ذهبت إلى المشفى دكتور طرفندن من طرف الطبيبي بين قوسين إكي ترنك إشارتي أرسند بلكي غريبتر ربما يكونو غريب مرض غريب إي لش سن لتتحسن أهلا غالسن هكذا فالتأتي لتتحسن والتأتي بلكي غريبتر إي لش سن أهلا غالسن دييرك بكلامه هذا بهذا الكلام اذا gönderildi بهذا الكلام إرسلت إلى بيتها جنج كز افدأ آزندن و burnundan كان لرغالر حياتنو قيبتت الفتاة في البيت بدأ الدم يخرج من أنفها وفمها ثم فارقت الحيات جنج كز الفتاة الشابة افدأ في البيت آزندن وبرنن من أنفها من آزندن من فمها آز الفم وبرنن ومن فمها من أنفها برن الأنف كان لرغالر خروج الدم حياتي بخروج الدم بقدوم الدم حياتنو قيبتت فقدت حياتها نكمل القراءة الخبر بالتفصيل الخبر بالتفصيل من أكسره 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 كذ الفتاة أن أن التي التي أتيشيك سلان التي ارتفعت درجة حرارتها المرتفعت درجة حرارتها أكثر أرطان المتزايد سعالها كذ للفتاة الطبيب للفتاة التي ارتفعت درجة حرارتها وتزايد سعالها بلكي غريبتر ربما إنه الهربية أبدايليش تريدتي يارك بتمتي يارك الاك ينمر الواجحة تريدل helm يؤيد تريتي الذي يدفط أسريكي أنسا على الإ Indo بعد من caution bubbles لا يريد أن نساعة التي قمت أسرائze في البيت بعد من unterschied أَعْزِندَنْ وَبُرْنُدَنْ مِنْ آزِ مِنَ الْأَعْزِ وَمِنَ الْبُرُنُ أَعْزِندًا مِنْ فَمِهَا وَبُرْنُونَ دَنْ مِنْ أَنْفِهَا قانلار قالها لأن الفتاة الشاب التي خرجت دم من أمفها وفمها حياتها قيبتها فقدت حياتها أَكْسُرُك شِكَايَةِا أَرْطِنْكَ هَسْتَانَ يَجِتِي عندما ازداد سوالها ذهبت الى المشفى اكسرك شكايتي الشكوى من السوال ارتنجا عندما زادت هستانايا قدت ذهبت الى المشفى بلاجك شيح ادبالي ادبالي اكتساط بولمون دن 2 يل انجا مزون olan ازلم ادنجو هذه الفتاة اسمها ازلم ادنجو ازلم معنى اسمها شوق ادنجو معنى اسمها شوق حطاب اسمها في العربية اذا اردنا نترجم الاسم و لا تترجم الأجا 게ش شيح ادبالي جامعة الفتاة المتخرجة من هذه الجامعة جامعة Columbus من قسم الاقتصاد منذ السنتين المتخرجة هذه الفتاة هي منقسم الاقتصاد منذ السنتين اكتساط بولمون قسم الاقتصاد بلومندن 2 يلونجة منذ سنتين مازون عن أزلام أدنجو هذه الفتاة التي اسمها أزلام أدنجو التي توفيت إسطنبول دا آيلة سنينيانندا يشيردو كانت تعيش في إسطنبول إلى جانب عائلتها إسطنبول دا في إسطنبول آيلة سنينيانندا قرب عائلتها مع عائلتها يشيردو كانت تعيش يرمي باش يلدر شاي جلوك يابان بابا سنا دا ستكول ماك إتشين أزال بيرفير مدائش الفتاة الشابة من أجل أن تساعد والدها الذي يعمل لخمسة وعشرين سنة في تقديم الشاي من أجل مساعدة والدها وتأمين دخل رديف بدأت العمل في شركة خاصة الفتاة الشابة فاصلة الآن هذه الفتاة الشابة والفعل الذي في آخر الجملة الجملة هو مرتبط بهذا الفاعل جنجة بادئت العمل جنجة بادئت العمل جنجة بادئت العمل وما بينها حشوة تقول لنا لماذا بدأت العمل متى بدأت العمل طيب جنجة بادئت العمل işe başladı işe başladı. Genç kız طيب. Genç kız فاصلة virgül. 25 yıldır çaycılık yapan babası babası أبوه 25 yıldır لخمسين وعشرين السنة çaycılık yapan الذي يعمل في çaycılık يعني يعمل في تقديم الشاي destek olmak babasına destek olmak için. Babasına destek olmak için. من اجل أن تكون دائمتا لأبيه حتى أولاً فرمان بريضاً مع Burning Bechia قُل أبراً فرمانة محمدان وهناك إجرياء أول وشركة تهيئة جميلة فلسل أي سبيحة أولاً فرمانة وأولادة فرما فرما فريما فرما 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 فرماما فرما لكيهıyor محاولون قبل ذلك منذ سعيدة فرمانة كبيراً سبق اليسر ازتفق يساعد لدرجة سنينة فرمانة سنينة هذه الفتاة ذهبت الى المشفى عندما زاد سوالها منذ فترة السوال الذي بدأ قبل فترة السعال الذي أصدر الوقت ساعدت مع الوقت ساعدت الجادي سعاله الذي بدأ منذ فترة عندما زادت مع الوقت عندما زادا مع الوقت قدرك ارتنجا جنج كز هذه الفتاة الشابة بو اين باشندا في الخامس من هذا الشهر يدي كولا قوز هستالك لاري وقوز جراحي سي ايتم اراشترما هستانسي كل هذا اسم المشفى اسم المشفى يدي كولا الابراج السبعة قوز هستالك لاري امراض الصدر وقوز جراحي سي وجراحة الصدر ايتم واراشترما هستانسي مشفى البحث والتعليم هذه المشفى غالبا ايتم واراشترما هستانسي تكون مرتبطة بالجامع نعم ايتم واراشترما هستانسي ناكي تي ذهبت الى هذه المشفى هذه هي الفتاة التي فارقت الحياة رحمها الله دكتور شارة بولمينجا طبيب عندما لم يجد لها علاجا لم يعرف ماذا يفعل معها ارسلها الى الجراح العام دكتور شارة شارة فرصة علاج بالاصل معناها فرصة بولما ينجا عندما لم يستطع ان يجد لها فرصة للعلاج يعني اللي يعالجها لم يفهم مرضها جنال جراحية جنال جراحي الجراح العام ائلة الى الجراح العام يون لندر دي وجهة يون جيها يون لندر توجيه يون لندر دي وجهة وفقا للإدعاءات فان الفتاة التي ذهبت الى المشفى وتعالجت لمدة 15 يوم لم يجد لها الطبيب علاجا او لم يجد لها الطبيب فرصة في العلاج لم يفهم عليها ادعايا جراحي وفقا للإدعاءات خاصة نداء في المشفى يطلشك تقريبا اون بيش جون 15 يوم تداوي جراحي التي رأت التداوي يعني التي تعالجت لمدة 15 يوما ادنجو الحطابة يعني كونيتها ادنجو اكسر سعالها دكتور اكسرنا لسعالها دكتور تشارب لم يجد لها الدكتور فرصة يعني لم يجد فرصة لعلاجها لم يفهم على مرضها حتى يعالجها نعيد القرارة هذا المقطع ادعايا جرا حطانا جراحي وفقا للزرع وفقا للحطابة فنوضع الهدنجو دكتور انا رسي لأين حطانا نغني جراحي بلومنا يونلندرلد وفقا للإقترحة طبية فإن هذه وهذه الفتاة قد تم توجيهها الى الجراح العام في نفس المشفى أودنجو هذه المريضة اقتراح اقتراح الطبيب نفس المشفى والجراحي بلومون إلى قسم الجراح العام بالجراحي القسم لاندريل دي تما توجيهوها نعيد قراءة المقطع هذا ادنجو دكتورون انا رسيلة اين هستانا ننجن الجراحي بلمنا ين لاندريل دي بلكي قريبتر ديان دكتور الى كيزب ايو الله دي الطبيب الذي قال ربما يكون هذا قريبا كتب لها علاجا وارسلها الى البيت بلكي ربما غريب مراظل غريب تير ربماينه اللغريب ديان الله الدي قال decision الطبيب الذي قال ارسلوا لها علاج وارسلوا ال travaillب ارسلوا لها البيت ارسلوا لها البيت ارسلوا لها البيت انجا انجا hastsانا انجا استانا انجا وارسلوا الطبيب تشote اهلال熟 الى البيت لكن بسبب عدم وجود مكان فارغ في المشفى أعطوها رقم التواصل مع المشفى وأسلوها إلى بيت أنجت لكن هستانين المشفى يطش بلمو قسم العلاج السريري يعني قسم الذي يتعالج فيه المريض وهو في السرير يطش بلمو دا يرقل مضي إتشين لأنه لا يوجد مكان بسبب عدم وجود مكان عدم وجود سرير فارغ في المشفى يرقل مددغ لناهجا لمشفى لكن المآلة في المنشفى لكن حصانك يشفتون بعض المنشفى لأن الوضع من أغلقائك 통ه في السنة 23 باردة كان قديم في السنة في الثلاثة وعشرين مارت نامت في المشفى مرة أخرى يرمي اوش مارتا يندا من جديد هستانا يا إلى المشفى يطرلد يطمك استلقاء يطرلد يعني وضعت في مكان الاستلقاء وضعت في المشفى يعني نامت في المشفى جنش كزن أتيشي يكسل دي هذه جملة صغيرة وسهلة الفتاة الشابة ارتفعت درجة حرارتها جنش كز الفتاة الشابة جنش كزن أتيشي حرارت الفتاة الشابة يكسل دي ارتفعت حرارت الفتاة الشابة إدعاء يقرى دكتور سكاندال برقرار لا جنش كزة أتيش ديشريكو إلاك يزارك بلك غريبتر اتشي ديشسن إيليشسن أو إيلي جلسن دييرك چكشنو يطرل طيب وفقا للإدعاء فإن الدكتور وفقا لقرار فاضح لقرار فضيح للقرار الفضيح قام بكتاب علاج للفتاة وقال ربما لجريب لينتظر حتى ينتهي لجريب ثم تعود إلى المشفى كتب لها الدواء وأرسلها إلى بيتها إدعاء يقرى وفقا للإدعاء دكتور الطبيب سكاندال برقرار لا بقرار فاضح سكاندال فضيحة سكاندال برقرار لا بقرار بفضيحة قرار بقرار فضيحة جنج كزا للفتاة الشاب أتش دشرجو خافض حرارة أتش حرارة دشرجو خافض إلاج علاج دواء يزارك بكتابتي بكتابتي علاج خافض للحرارة بين قوسين كي ترناك أرسل دا ماذا قال الطبيب بل كي قريب تررب ربما إنه القريب إفدأت يشيدش سون لتنخفض درجة حرارتها في البيت إلش سند تتحسن إلغالسن هكذا لتأتي يعني لتأتي بعد هذا ديارك بقوله هذا خروجها يبت فعل يعني فعل خروجها يعني خروجها من المشفى نعيدو قراءة هذا المقطع إدعاء قراء دكتور سكندل برقرار جنج قيزة اتش دشورج إلاح يزارك بل كي قريب تر افدأ اتش دشتن ايلاح 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 ديارك چكش نحن افدأ افدأ اعزان برن ان قان لان قيز حيات قيب اتت الفتاة التي بدأ يخرج الدم من أنفها ومن فمها فقدت حياتها افدأ في البيت اعزان من فمها برن من أنفها كان لار جلان التي خرجت دم التي خرجت دم من أنفها ومن فمها كز الفتاة الفتاة التي خرجت دم من أنفها وفمها حيات قيب فقدت حياتها نعيد بلا ترجمة افدأ اعزان برن كان لار جلان كز حياتنا قيبت كلمة 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 حالة الفتاة التي تصورت بعد فترة بدأ الدم يخرج منها في هوا من فمها بعد فترة فترة معينة بعد فترة معينة التي اضطربت يعني مزعج فنالشان التي ازدادت سوءا بعد فترة التي ازدادت سوءا الفتاة الشابة التي ازدادت حالتها سوءا بعد فترة من فمها من أنفها خرجت أمبولانس لاستانيا كالدرلان أدنجو كورتارلمد الفتاة التي تم إصعافها إلى المشفى لم تسلم لم تتعافى بل فقدت حياتها أمبولانس الإسعاف أمبولانس لا بالإسعاف هستانيا كالدرلان هستانيا إلى المشفى كالدرمك في الأصل معناها الرفع وتستخدم أيضا بمعنى النقل الفتاة التي نقلت إلى المشفى بالإسعاف أدنجو هذه كنيتها كورتارلمد لم يتم أو لم يستطيعوا إنقاذها كورتارلمك إنقاذ كورتارلمك إنقاذ كورتارلمد لم ينقذ لكن هنا كورتارلمد ليست كورتارلمد بل كورتارلمد هذه الآ بعد الإل تعطي معنى عدم القدرة يعني هذه الآ تعطي معنى لم يستطيعوا الأطباء لم يستطيعوا أن ينقذوا هذه الفتاة هذا كلام الأم أو الأبي أو العائلة غالبا شكايت شكوى شكايت شكوى ذات شكوى أل دم صرتو صرتو مشتكي يعني اشتكيتو عليهم جزاء يعني عقاب جزاء لرنا عقابهم تشكسن لر ليسحبوا ليسحبوا عقابهم يعني لينالوا جزاءهم بابا مصطفى أدنجو كزنن إهمال كربان أل دونو بلير ترك حسطا كزنن حسطانا دانت شكرتلار الأب الذي دعا الأب الذي بيّن أن ابنته راحت ضحية الإهمال قال لقد أخرجوا ابنتي من المشفى بابا مصطفى أدنجو الأب مصطفى أدنجو هذا هو اسمه كزنن إهمال كربان كزنن فتاته إهمال كربان أل دونو إهمال كربان ضحية الإهمال أل دونو أنها بلير ترك بتحديد هذا بتحديد هذا بتعريف يعني هذا حسطا كزنن بين قوسين الآن هذا كلامه حسطا كزنن لفتاتي الشابة لابنتي الشابة عفوا لابنتي المريضة حسطا كزنن حسطا ندن چكارتلار من المشفى أخرجوها أي نجن في نفس اليوم إذا جلدك أتينا إلى البيت حياتني قيبت فقدت حياتها حسطا ندن ودكتور دن شكايت چي ألدوم لقد اشتكيت على المشفى وعلى الطبيب حسطا ندن من المشفى دكتور دن من الطبيب شكايت چي ألدوم اشتكيتو فقد الوالد لا عيش الله أحدا لا أذاق الله أحدا طعما فراقي إبنه لا أذاق الله أحدا طعما فراقي إبنه نُعِدُ الْقِرَاءَ مِنْ غَيْرِ تَرْجَمَةِ Baba Mustafa Oduncu kızının ihmal kurbanı olduğunu bilirterek hasta kızımı hastaneden çıkarttılar aynı gün eve geldik hayatını kaybetti hastaneden ve doktordan şikayetçi oldum cezalarını çeksinler الله كيمسا اولاد أجسن يشاطmasن داتي كاينك المصدر صباح صحيفة الصباح اسطنبول مدينة اسطنبول بلاجك منطقة بلاجك رحم الله كل موتى المسلمين ورزق الله الشفاء كل المرضى وأعانى الأطباء على أن لا يخطئوا وعلى أن يعرفوا المرضى الصحيح بالتشخيص دمتم بخير حياء سعيدة بصحة وعافية وطاعة والسلام عليكم ورحمة الله لا تنسوا استخراج الكلمات الجديدة من النص وحفظها وكتابة النص إذا أردتم فهذا يكون مفيد جدا 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 لكم لمن أرد الفائدة تنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته